شارك عدد من المحافظين والقيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظات الإخوة الأقباط في احتفالاتهم بمناسبة عيد الميلاد المجيد كما قام وفد من المنطقة الأزهرية بالوادي الجديد يضم علماء من الأزهر الشريف ومنطقة الوعظ بتهنئة أسقف كنائس الوادي الجديد مؤكدين أن مصر وطن يستوعب الجميع لتحقيق المزيد من التنمية والاستقرار على جانب آخر أكد المسؤولون والمشاركون أن تلك الفرحة التي تعم البلاد تعد تكسيدا لعظمة الوطن الذي ضرب أروع الأمثلة في التماسك بين مكونات مجتمعه والروح الوطنية الخالصة التي تسود أفراده مشيرين إلى أن مصر ستظل دائما رمزا للأمن والأمان والمحبة بوحدة شعبها بكافة أطياطه وكعادة شعب وأهل محافظة جنوب سيناء القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية والمشايخ والعواقل بالكامل نحن النهاردة في ديافة الحبر الجليل أبونا أبولو الأسكف جنوب سيناء وراعي الكنيسة الأرض الزكية في جنوب سيناء بالحقيقة تعامل راقي محبة سلام تسامح حب لقاء كان بيشمل كل هذه المعاني صورة عودنا عليها كل عيد بتدخل البهجة وبتبين محبة بعضنا البعض في القلوب شكلها إيه وبتبين صورة جميلة للمصر وصورة للعالم كله قد إيه المحبة قد إيه مصر أرض تشيل الكل وتسع الكل وقد إيه سماء مصر وجو مصر وتقص مصر وخصوصا إحنا هنا في جنوب سيناء وشارم الشيخ نتميز بالسياحة الدينية ونتميز بالسياحة الترفهية نحن دايما الحمد لله متواجدين مع أخواننا الأخباط في الوادي الجديد يعني دايما النهاردة احنا جلل نيفت الأنبا بحسب نهنيه ونهني أخواتنا الأخباط بعيد ميلاد المجيد وده زي ما سيد الرئيس كل حريص على هذه المناسبة كذلك السادة المحافظين وكل المسؤولين دايما بيتواجدوا مع أخوانهم الأخباط في كل المحافظات لتهنقتهم بالعيد وخوف على بعض المشاكل اللي حلاها وكذا نحن النهاردة بنشكر نيفت الأنبا بأمانة على دعمه الكامل ويتواجدوا معنا في كل المناسبات سواء في المنسبات القومية أو المنسبات الدينية نقول لهم كل عام وأنتم بخير وهذا يمثل أننا كلنا يدا واحدة مسلم ومسيحي كلهم يدا واحدة ويبين لنا مفهوم التعايش السلمي أن مصر هي بلد الأمن والأمان وبلد السلم والسلام جئنا لننقل تحايا ومتهنئات وتبريكات فضيلة الإمام الأكبر وعلماء الأصغر الشريف لقداسة البابة ودروس ونيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الواحات كما تعودنا على التواصل الدائم فيما بيننا عيد الميلاد هو عيد يجمع الجميع يجمع المسيحيين والمسلمين وكلنا شايفين التلاحم اللي موجود وأنا بشكر سيادة اللواء محمد الزملوت على محبته وعلى مشاركته دايما لنا في جميع المناسبات وجميع الأعياد الأعياد بتبقى فرصة لأن احنا نتجمع في فرحة كبيرة جدا حوالين مناسبة سعيدة زي مناسبة ميلاد السيد المسيح ربنا يحفظ بلادنا العظيمة مصر ويحفظ كل قيادتها دايما في سلام وفي حفظ الله وتحية مصر إلى الأبد يوم دا بالنسبة ليوم سعيد جدا بننتظره من السنة للسنة يمكن بنشوف ناس ما شوفناهش بقالنا فاطلا يمكن دا التجمع على السنة وبتاعنا لكن المحبة اللي موجودة بين والشعور اللي موجود بين سواء المسلمين أو الإخوة المسيحيين في حوال برسعيد يعني طبعا مش محتاجين ندلل عليه لأن دا دا حياتنا اليومية بنعيشها بيغلفنا المحبة كلنا النهاردة متجمعين عشان نقول له بعد كل سنة وانتوا طيبين في إطار محبة احنا هنا برسعيد نسيج واحد مهما كل المحافظات بس برسعيد لها طبع خاص قوي إن احنا كلنا عائلة واحدة